مولانا، عايزين حضرتك النهاردة تكلمنا عن فضل الصدقات وفضلها في إنماء أو في زيادة المال بس بعد إذن حضرتك، قبل ما فضرتك تكلمنا على الموضوع ده، أنا عايزة حضرتك تحكي لنا قصة مولانا الشيخ محمد الغزالي أولا، قصة الإنماء، ونحن نخلي القصة على طول أن نحكيها، بس نبين ليه الصدقة إنماء الصدقة جاء ذلك في القرآن وفي السنة ويمكن بأعداد لا يتخيلها وشر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم يعني ربنا سبحانه وتعالى على قدر النواية وعلى قدر الصدق وعلى قدر إخلاص النية لله الله يضاعف للمتصدق صدقته سواء كانت مرئية أو غير مرئية من الممكن أن يحجب عنه أشياء فيها عطاء لا يتخيله وإذا ما جاء الإنسان ليعد عطاء الله لوجد أن ذلك صعبا عليه فالله يقول له إن الخزائن ملأ والله واسع عليم واسع يعني خزائنه ملأ عليم بمن يضاعف له لأنه علم نيته فضاعف له الأعمال ومن هنا يعني دايما الصدقة تطهير وتزكير النفس خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له فالصدقة معناها دايما إيه من الصدق الإنسان عنده صدق مع الله سبحانه وتعالى والصدق ليس مع بشر ولكنه مع رب البشر الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الذي يعلم كل شيء وعليم بنية كل إنسان بس أنا حبيت أبين المقطع ده وشوي دول أو التفسير ده عشان حضرتك أنت بتسألي عن قصة الشيخ محمد الغزالي يمكن أنا أحطتها على صفحة من صفحاتي السيدنا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله وهو طالب في الأزهر كان يمهى ما فيش بجلة تليفونات ولا محمول ولا الكلام ده مواقع التواصل هو البريد خطاب فبيقول أنا في يوم أنا فجأت أني فيجيلي خطاب أني تيجي ضروري عشان ولدك تعبان فأنا اروحت في القطار وأنا عم stumble أبكي ويطرى والدي كان بيت عب جبل كده وذهبت إلى البيت فسمعته من خارج البيت صراخ لا إله 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 فدخلت فوجدته أبي في مرض شديد والأخواتي حواليه بيبكوا بيعيطوا وبعدين أنا مروح لجيت المحل مكفول ففكرت أن والدي أصاله حاجة أيو فلما لجيت الصراخ والدي بيصرخ من من الألم والمعص الكل واللي عنده ورحوا به لدكتور واثنين وثلاثة وجابوا أدوية وجابوا مسكنات ما فيش أي فايدة ولكن بيقول أنا بيقول أنا رحت فتحت المحل تاني يوم الصبح ووجف فيه فجالي واحد وبعدين خد شوية طلبات وبعدين بيقول بصوت هادي كده محروج مستحي أنا ما معايش فلوس وحديب لك الفلوس بكرة فأنا التمست فيه الصدق وشفته منكسر فأنا جمت جاي له ايه لأ خد دول وما تجيبش فلوسه يا سلام فبيقول للرجل اللي اندهش ومش مصدق مصدوم يلا أنا ما معايش فربنا سبحان الله أجوم أخدهم كده وما فيش فلوس كمان ما تجيبش الفلوس فبيقول للرجل اللي اندهش فبعد أن انصرف جلست في جانب من المحل وجلست أبكي وليس أمامي بعد الأطباء إلا الله وقلت له يا رب إن نبيك وعدنا أن نداوي مرضانا بالصدقة وأنا قد تصدقته بصدقة لتشفي بها والدي سبحانك يا رب بيقوله خلاص ومسحت الدموع وقعدت كده وعندي ثقة في ربنا وأنا يعني يعني مش جادر يعني أبوي أعزين عشان أبوي طبعا بس ما ليش جادر بس عندي ثقة في ربنا وخلاص أنا جالي إحساس من ساعة مدت للرجل إن ربنا حيش في والدي فبيقول شوية بعد ساعة لجيت جاي لي مرسال بيت جريب من المحل فانت على فرحت فلجيت أنا طبعا انطربت لأن فكرت إن والدي حصل لحاج فلجيت والدي اللي بيفتح لي بيقول لي شوف يا ابني الحصوة لا إله إلا الله الحصوة يتيابني وما فيش له وجدت وانا عاد عندي ألم وانا عاد عندي أي شيء فبيقول أنا بكيت بأشد وبعدين يعني قلتي شوف سبحان الله صدقي صدقي مع واحد معداش ساعة ربنا سبحانه وتعالى يشفي والدي بعملية كان مات من أثرها عمي لا إله إلا الله وأنا ما كنتش عارف أجيب الفلوس منين وأكون الفلوس منين اللي حعمل بها العملية ربنا تصرف ويقول أسئلة ويقول صدق بحاجة يعني أكيد حاجة بسيطة جدا فسبحان الله وكرم الله ويقينه بالله انت حقا قلت لي حاجة انت بتقول وهو بيادي ربنا كان عنده ثق بالزبط اسمها صدقة ليه من الصدق من الصدق والصدق مع مين مع الله مع الله مش مع حد تاني ده لو حضرتك أنا وانت صدقين مع بعض وأنا بطلب منك طلب وانت صدق معي أقول لا لا لدينا هعمل لها اللي هي عايزة طبعا ما بالونا برب العالمين سبحانه وتعالى وإننا المثل الأعلى إحنا ما بنكون صدقين مع ربنا ينفذ لنا واستجيب لنا كل دعاء وينجح لنا أولادنا ويشفينا من الأمراض ويعطينا ويغنينا ودينا كل اللي إحنا عايزينه بس نكون صدقين مع الله عشان كده سيدنا عمر رضي الله عنه ما تستعجليش أيه هم ما يستعجلين والله والله استنوا عشان الكلام ده والله يعني ده هو أساس الدنيا والدين والأخرى الكلام المولانا بيقول سيدنا عمر أما سئل عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله قال أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الصدقة ونعمة بجمعه أفضل صدقين مع الله في أعمالهم طبعا والحقيقة دلائل صدقهم إنهم ما بيعملوش الصدقة مع مؤسسة نبض الحياة مرة ده مرات ومرات أكيد داؤوا حلاوة وعظمة وثقاتهم في الله رب العالمين